موسيقى 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 مجدد بكم الترحيل مشاهدي الكرام يسعدنا دائما نحن في هذا البرنامج أن نقدم لكم تفاصيل أهل القرآن الكريم لكي يكونوا لكم القدوى في حياتكم وما أسعدنا اليوم أستاذا أن نسمع أنه في تاريخ الشيخ محمد رفعت كان يقول أن قارئ القرآن لا يهان كان يرددها دائما مستر وراء ذلك أيوة دي كانت كلمته كان يرددها دائما أيوة كان بيرددها وكان فيه سبب لأنه قال المقولة دي وفضلت مرتبطة مع أزهان الناس كلها أنه طبعا يعني هو يا حبيبي أععد عيان لمدة 8 سنين قبل وفاته لزم الفراش طبعا هو كان المرض بتاعه أساسا كان جاله أمراض كتير بس المرض الأساسي كان عنده قالوا عليها أن مرض اسمه الفواق هو عبارة عن نوبات من الزغطة فطبعا كان الأول بيقرأ في الإزاعة أما حس أن النوبات دي بدأت بتزيد عليه فامتنع عن القراءة في الإزاعة لأنه طبعا كان بيقرأ على الهوى ويبقى آلاف من المستمعين سمعينه فاعتذر القراءة وهو في سنة 39 أوائل سنة 40 يعني 39 و40 وقال كفاية عليها بقى أقرأ بس في الجامع اللي هو جامع فاضل باشق اللي هو فدل وفل الجامع ده زي ما أنا قلت إن هو اتعلم في الكتاب الملحق بيه وفدل بعد ما اتعرض عليه جوامع كبيرة جدا في مصر السيدة زينة أبل حسين كان بيرفض وفاءا منه للمكان اللي اتعلم فيه فقال الكفاية بقى عليها إن أقرأ مع حفوز تحبيبي اللي هما إيه لو حصلوا الزغوطة دي حصلت يعني وقفتني على القراءة هيستروا عليها بص الكلام الجميل بتاعه يعني هيستروا عليها المهم كان بيقرأ في جامع فاضل باشا يعني إيه لحد ما امتنع عن القراءة قعد ثمان سنين رائد في الفراش طبعا كحال الحياة يا ابني الشيخ رفعت اتنسى شوية يعني إيه الناس نسيته إيه لأن روبورتاج اتعمل في مجلة المصور في مصر هنا راحوا صوروه في بيته ودي قلبيت الصور اللي موجودة عندي وهو قد إيه جسمه وكان ضعيف وكان خس قوي وبقى نحيل جدا عملوا روبورتاج معاه يعني فشافوا حالته إن هو صحيا كان تعبان جدا طبعا واحد مريد بقى له ثمان سنين وما كانش بيعمل يعني حساب الزمن إن هو كان عايز فلوس ويجمع صروة طبعا الدنيا كانت جات عليه جامد طبعا الناس لما شافوا الصور دي وشافوا الصور والروبورتاج دا اللي اتعمل الدنيا تقلبت وحبيب وبقى الزاير شيخنا وحبيبنا اللي احنا بنحبه وازاي فجمعوا مبلغ كبير من المال عشان يعرضوها على الشيخ رفعت على أساس إن هو يعالج نفسه الفترة اللي هي عايشها طبعا ودوا المال دي كلها لمجلة المصور ساعتها الأستاذ رئيس التحرير بعت لولاده أبويا وإخواته ودخل بابا بيقول لما دخلوا لأ القوضة بتاعت رئيس التحرير دي قوضة كبيرة جدا واسعة كمية خطابات مهولة كلها حب للشيخ رفعت وأن هما زعلانين وبتاعه وقال له يا حسين يا ولادي الشيخ رفعت دا فيه مبلغ من المال جاي فطبعا الولاد ما يعرفوش خدوا الفلوس وراحوا للشيخ رفعت هو ساعة ما شاف الفلوس طبعا يعني زعل جدا ووطى كده وقال إن الكلمة اللي حدت قلتها دي إن قارئ القرآن لا يهانوا أبدا وقال خدوا الأموال دي للناس اللي تستحقها أنا مش محتاج لها أيضا من بين المواقف قبل وفاة الشيخ محمد رفعت الصحفي المعروف والكبير أحمد الصاوي في فتح يعني فتح اكتتاب من أجل علاج الشيخ محمد رفعت لكن الشيخ محمد رفعت لعفته رفض فتح هذا الاكتتاب كيف كان ذلك؟ هو طبعا هو كان عنده حزة نفس جمده قوي يا ابني قوي 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 يعني عنده حزة نفس بقول لحضرك إنه هو ساعتها بابا بيقول إنه هو زعل ووطى كده ويمكن تكون دموع نزلت من عينيه ويعني وقعوا هذا الاكتتاب ولا لا؟ لا 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 هو مبلغ وهما راحوا أولاده قبله لأستاذ أحمد ورجعوا للشيخ رفعت بيقولوا إنه فيه يعني فلوس اكتتاب بمعنى إيه؟ اكتتاب بمعنى مبلغ كبير من المال برضو كان مش عارفة كم ألف يعني برضو مبلغ كبير كان أي واحد لكن هو كان عنده حزة نفس كبيرة قوي قوي بعد اطلاعي على سيرتك أستاذ هناء وجدتك بأنك تصفي مدرسة جدك محمد رفعت بمدرسة بلا تلاميذ إذا من تنتمي هذه المدرسة وما تعرف هذه المدرسة؟ اه يعني أنا أنا مع احترامي كل المشايخ كلهم طبعا على راسي من فوق وأولادهم كلهم حبيبي وصحابي وإخواتي يعني مثلا تلاقي إن فيه امتداد لصوته الشيخ مصطفى اسماعيل عنده على فكرة حفيده علاء بيقرأ وبيقلت جده بالزبط وكتير بقى ناس بتقلده من مصر وبرى مصر الشيخ عبد الباصد عنده أولاده الشيخ رفعت صعب إنك تقرب للحتة دي حتى المشايخ الزغارين اللي هما لسه كده يقولك إن الشيخ رفعت ده أنا عشان أجيب واحد على ألف من صوته ولازم معه دقرة لمدة ساعتين عشان أسخن الصوت منطقة صعب منطقة صعب إن حد وبعدين يتعرض علي كتير أيام يعني كتير اسماعي فلان ده بيقلدي الشيخ رفعت بعيد تاريخ الشيخ محمد رفعت على فكرة ده مش تعصد يعني أنا فكرة أنا سميع يعني أنا بحب الشيخ رفعت A وسميع لأنه طبعا بسمع الشيخ رفعت 24 ساعة نعم تاريخ الشيخ محمد رفعت تاريخ كبير وله إرث عظيم كيف أنتم كعائلت تحافظون على هذا الإرث الذي تركه الشيخ محمد رفعت لكم الحقيقة إحنا ده وقت متاح موجود عندنا على النات وعلى الإزاعة المصرية حوالي 30 ساعة عملوها أولاده الكلام ده من 40 سنة يعني بعد وفاة ولدهم طبعا ما كانش الإزاعة مسجلة للشيخ رفعت على ثلاث تسجيلات فقط كل التسجيلات اللي احنا بنسمحها ديه تسجيلات من واحد باشا كان بيحب الشيخ رفعت وبيسجله من غير ما يعرف الشيخ رفعت لما حصل بقى الصور ديه وشافها وعرضوا عليه الاكستاب وهو رفض الباشا سكرية باشا مهران جري للإزاعة من غير ما يقبل الشيخ رفعت بص القصة العجيبة وعرض عليهم كان معاه صورة طه وعرض عليهم الصورة فلما سمعوها قالوا له صلحة وكويسة جدا انت ليك طلبات قالهم ما ليش طلبات اللي غنيتوا تعملوا معاش للشيخ رفعت هم عملوا ساعتها معاش للشيخ رفعت بس الشيخ رفعت ملحقش يصرفه كانت توفى نعم وله قصة جميلة قبل وفاته أنه كان معروف بالتعفف وله قصة عجيبة جدا قبل وفاته يعني لو يمكن تحكي لنا باختصار بعض هذه القصص في هذه المحطات الأخيرة من حياته يعني هو زي ما أنا قلت حضرك أي عرض كان بيجيله يعني اتعرض عليه افتتاح الإزاعات الأجنبية جي كلها زاعد برلين وكان بيرفض طبعا أنا زي ما قلت لك ونا صغيرة كنت باستغرب يعني زي يرفض عروض زي كده يترد عليه العرض بتاع المهرجة يرفض كان يعني يقولك بقى إيه أنا كنت حب قوي الليلة اللي جيني بدون أجر يعني واحد جاره هيعمل ليحي ليلة مثلا زكرة وفات أمه ولا أبو ولا حاجة بدون أجر كان يجري بقى عليها دي بالمشوار أكتر ما كان حيروح مثلا الليلة حياخد فيها مثلا فلوس ويقولك الليلة دي بقى اللقرة فيها بدون أجر ربنا بيفتح علي فتحات كنت بخاف من نفسي يعني شوف بقى إيه هو الشيخ بيقول كنت بيخاف من نفسي من الفتحات اللي ربنا منع لي بيها فهو طبيعة الشيخ رفعت إن هو كان بيحب أو يميل إن هو الليلة اللي مش هيكون فيها أجر دي كانت تبقى عنده حاجة قريبة منه يعني ويحب يبقى إيجري لها بالمشوار يعني نعم ومعروف عنه أنه فيها عنده كرمات يعني أيضا وأسرار في هذا المجال لو يمكن تحكي لنا عليها والله قصة كده حقولها في عجالة يعني إن هو في ليلة كده بعد ما العيشة وخلاص ما كانش عنده يعني حيقرة في مكان برا أو حاجة ما عندهش ليالي برا المهم بعد ما دخل نده على عمي محمد عمي محمد ده عمي الكبير اللي هو كان يعتبر سكرتيري الخاص للشيخ رفعت هو اللي كان بيستحبه ويرد على الخطبات فالمهم قال له يا محمد حضر الكريتة لي يا بابا إحنا خلاص حنام قال له لأ بس يلا نركب الكريتة نزل قاله رحين مشوار نزل المهم طبعا الشيخ رفعت ما يعرفش الكريتة أصلا ماشية فين هو اللي كان ممشي عمي امشي على طول حود يمين حود شمال قدامك فيه ميت قال له آي يا بابا قال له نزلني عند الميت نزلوا فلقوا ناس على قدها ان دهولي ابن المتوفية تخيل بقى ابن المتوفية يعني عارف ان اللي ميتها واحدة ست فجي الراجل ولد بسيط قال له لي يا ابني لما هي كانت أمك موصي ياك انك تجيب الشيخ رفعت ما قلتش ليه هو ما يعرفش ان ده الشيخ رفعت فقال له يا مولانا وانا قد الشيخ رفعت قال له يا ابني أنا الشيخ رفعت وانا جاي اقرأ في المقتل بتاحها بناء على موسيتها بس بس بقى كمان الكلام الجميل اللي بعد كده واستأذن لي لو فيه شوية فيه مشايخ استأذنهم ان انا هقعد اقرأ قال له لا ده انا جاي بكده شيخ صغير على قدي قال له استأذنه لي قبل ما اخش اقرأ وبيقول لك اريد في اليوم ده يعني حاجة بقى كده من عند ربنا انا كصحفي طبعا اجتهت ان اقدم هذه الاسئلة عن حياة الشيخ محمد رفعت في بداياته في مشواره مع القرآن الكريم لكن انت كحافيت تؤكيد انك تملكين معلومات اكثر عن حياة هذا الشيخ باختصار الخطوط العريضة عن اسرار الشيخ محمد رفعت كيف تجيزينها يعني هقول لك ايه يا حاجة الشيخ رفعت مليانة يا ابني يعني انت حاجات يعني زخرة بالاحداث قد ايه قابل ناس كتير في حياته ليها وضعها ولها يعني معيتها في المجتمع قد ايه هو كان يعني ما كان الملك فاروق الملك مصر ما كان يكلم في البيت قد ايه الشيخ رفعت كان بيبقى ما بيجريش وان هو يبقى عزة القرآن اللي جواه ما بتخلهش يجري ويعني ما كان يجي يسأل عليه في البيت يعني عزة النفس الزهد يعني الشيخ رفعت قصص كتير يعني احنا حاولنا نلم اقصى حاجات بس انا عندي قصص كتير وحكايات كتير احكيها لك كنت لو كان الوقت كان يتسع اكتر من كده قد ايه حياته كانت جميلة زخرة كان فيها شوئ من العذاب وكان فيها حاجات صعبة وقاسة فيها برضو كفاية 8 سنين الاخرانية ان هو يعني ربنا يبتليه في المكان اللي هو يعني اجمل شيء حتى فيه وانا كنت بستغرب جدا ان هو زي كان بس هو ربنا حب يعني دي كانت يعني خليه ارتقي اكتر واكتر ان هو رغم حبه للكرآن وان هو قد ايه كان راجل زاهد وبتاع ربنا قوي ان ربنا حب يطلعوا يعني حاجة كده نضيفة للاخر وكيف تريني الان مكانت الشيخ محمد رفعت في قلوب الشعوب العربية الحمد لله والشكر الله يعني انا راضية جدا رغم ان طبعا فيه مشاخ كتير طلعت بعديه الناس كلها عارفة قدر الشيخ رفعت الشيء الجميل يكفي ان الشيخ رفعت بقى مرتبط بشهر رمضان يعني احنا عندنا هنا في مصر واعتقد في اغلبية البلاد العربية ان الشيخ رفعت ده يعني شهر رمضان فدي هدية ربنا حب يبعتها له ان يبقى يفضلوا مرتبطين صوت الشيخ رفعت بشهر رمضان عشان صوت الشيخ رفعت ان شاء الله يبقى يعايش الى قيام السعب امرك يا رب نعم شكرا جزيلا لكي سعدت بهذا اللقاء معكي وسعدنا بان تسرد لنا بعض هذه التفاصيل المتميزة على الشيخ المتميز جتارة السماء الشيخ محمد رفعت وكما ذكرت لك حلقات متعددة لا تكفي لان نسرد حيات هذا الشيخ العظيم لكن ان شاء الله نأمل ان نكون قد افدنا المشاهدين الكرام ببعض هذه التفاصيل وانا سعيدة بالدريفزيون الجزائري ان هو اهتم بجد يعني وانه كنت تواصلت معايا واتمنى ان كل الشباب الزغيرين المشايخ اللي عندك يعني يتعلموا ويعرفوا قد ايه الراجل ده كان حاجة يعني ربانية جميلة ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون قدوة اكيد من خلال هذا البرنامج ومن خلال تقديمنا لحياة الشيخ محمد رفعت نحن نسعى ان نقدم قدوة لكي يقتدي بها هؤلاء القراء الجدد وهؤلاء المشايخ الجدد شكرا جزيلا لك استاذ هناء على هذه الاستضافة وعلى هذا اللقاء هنا بمصر نلتقي بك في فرص اخرى ان شاء الله ما هو رمضانك كريم وكل عام وانت بألف خير وسعادة شكرا شكرا لك وشكرا للمشاهدين الكرام على حسن الاسغاء وكرم المتابعة نختم معكم هذا اللقاء على امل ان نلقاكم في العدد المقبل مع معلم جديد او علم جديد دمتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة